سواء أرون بوبينزا ده جيه أو مجاش محبش اللعيب اللي مش راجل في كلمته أو مش ملتزم اللعيب ده راح مضى على اتفاقية مع الزمالك والغاية دلوقتي قافل تليفونه وأنا بأكد لكم إنه ما بيرضش على مجلس دارة الزمالك خالص ومحدش عارف هو جاي ولا مش جاي وممكن يجي بالليل ممكن ما يجيش بس مش دي قصتي قصتي إن اللعب ده كمان سألت عنه فبس قال لي يعني هو ليه كنت بتفرج على مطش الجابون طب هو اللعيب بالقيمة دي وكان هدف الدور التركي من سنتين واللعب في أمريكا طب ليه أمريكا ثابته مش عايز بقى حاجات اللي هو اللي هو أخلاقية وكده مش قصتي وموبايله تسرق ولقوا عليه حاجات مش دي قصتي لكن قصتي إنه هو كان موجود في منتخب الجابون وبعد كده في معسكر لمنتخب الجابون وبعد كده ترك المعسكر وراح سهر ومنزلش التدريبات فطلع اتحاد الجابوني طلع بيان بيعلن فيه عن استبعاد هذا اللعب من منتخب الجابون وبقاله من 23 لغاية دلوقتي وحنا في نهاية 24 بقاله أكتر من سنة ونص لم يدخل منتخب الجابون وهو لعيب مهم ولعيب مميز لكن وفي نفس الوقت تلاقيه النهاردة بيتعاقد مع زمالك وبيمضي على اتفاقية وما بيجيش وبيغير رأيه يعني أنا ما بيحبش اللعيبة اللي هي مهما كانت قيمتها الفنية كلعب كبير لكن في النهاية القيمة الفنية بتبقى مرتبطة بالدماغ اللعب ده جاي يعمل ايه اللعب ده جاي سبوبة اللعب ده بيقضي ايامه اللعب ده عنده طموح عنده ارادة اللعب ده مركز في الكورة يعني هو ده ده الاهم اللعب ده جاي محترف هيعمل اضافة هيكون ملتزم خارج وداخل الملعب يعني ده شيء مهم فأنا يعني ده ده وجهة نظري ورأيي والله اعلم ايه اللي هيحصل هالبوبنزة هيجي ولا لأ بس المؤكد ان اللعب البولندي هيكون هو اللي موجود كونراد مش لعك